اشتركوا في القناة محسن الشميري مهندس استشاري احمل شهادة ماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة بغداد بكالوريوس هندسة نهوية ايضا من جامعة بغداد متزوج ولدي اربعة اطفال يا اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا سيادة الوزير تحب الناديك سيادة الوزير او شو مثل ما تحب سيادة الوزير ما هي آلية عمل وزارة الموارد المائية وزارة الموارد المائية تعتبر من الوزارات القديمة كانت هيئة الري بعدها صارت وزارة الري والان وزارة الموارد المائية يعني انتم امتداد لعمل وزارة الري نعم وزارة الموارد المائية تتكون من تشكيلات مركز الوزارة وتشكيلات خارج مركز الوزارة وكذلك ثلاث شركات تتبع للوزارة تعتبر من شركات التمويل الذاتي العمل في الوزارة عمل ينسجم مع واقع العمل في مؤسسات الدولة العراقية وكذلك الوزارات في الدولة العراقية وهيكل تنظيمي متكون من 19 تشكيل ثلاثة شركات من 19 ومستشارين ووكلاء للوزارة عندك مستشارين سياتوزار عندي مستشارين اثنين ووكلاء ما عندي لحد الان ننتظر آلية التوازن يعني بستبدون وكلاء بدون وكلاء نعم طيب أستاذنا ذكرتنه عندك تشكيلات الوزارة تتكون من التشكيلات يعني تقصد شركات لو تقصد تشكيلات هي الهيئات والمديريات والشركات نعم ذكرت عندك التمويل الذاتي تمويل الذاتي الشركات التي تعتبر شركات مقاولات تابعة الوزارة شركة العراق وشركة الفاو وشركة الرافدين التي تعتبر رواتبها وتمويلها من أعمالها فقط هي الشركات لا نحن نأخذ من الموازن نحن نأخذ من وزارة المالية هي رواتبها وأموالها تأخذها من مقاولاتها التي تأخذها من الوزارة والوزارات الأخرى إذن هي شركات هندسية تعمل تحت غطاء وزارة المعارض المائية نعم هذه تسمى في كل الوزارات وزارة الصناعة الإسكان الدفاع الداخلية الصحة تسمى شركات التمويل الذاتي التي بها أعمال خاصة تأخذها من حقها تأخذ مقاولات وتمول رواتبها ومخصصها تأخذ مقاولات من الدولة وتأخذ مقاولات من من هي شركة مقاولات ممكن تأخذ من الوزارة وتأخذ من الوزارات البقية وتأخذ في أماكن أخرى مثلا نفذت شركة الفاو سابقا انشطرت شركة الفاو جزء من عدها في وزارة الإسكان وجزء من عدها في وزارتنا التي تخصصها في مجال الموارد المائية وقد عدنا جزء جزء موجود في وزارة الإسكان للمباني سابقا شركة الفاو أخذت في اليمن مثلا في السودان أخذت هي شركة شركة مقاولات شركة تعمل في مجال المقاولات وغير أنتوا إشرافكم عليها إشراف إداري أم إشراف يعني المدير تابع للوزارة مدير عام مدير عام تابع للوزارة يعين من خلال مجلس الوزارة وإشراف على عملهم يكون من عندنا عندهم مجلس إدارة حساباتهم وأمورهم المالية تخضع لديوان الرقابة المالية العراقي وإيضا لبرامج التفتيش والرقابة في داخل الوزارة طيب تشكيلات الوزارة الأخرى تشكيلات الوزارة الأخرى عادة في كل الوزارات عندنا مديرية العامة للتخطيط أو مديرية العامة للمديرية المالية تخطيط هاي هي اللي تقوم بعمل هي الكبد للوزارة كبد الوزارة لأنهم وضع الآلية لبرامج العمل والستراتيجيات والبرمجة والتخطيط والمحافظة على جداول تقدم العمل يكون مراقبته متابعته من التخطيط والمتابعة دائر التخطيط والمتابعة طيب يعني سيادة الوزيرة نحن ندلعها حديثك هذي إنه عندك تشكيلات هذي هاي المواطن ما يعرفها اعلاميا انتم مقصرين يعني وزارة الموارد المائية على مقدار اهميتها في المجتمع العراقي في الدولة العراقية والكل يعلم انه حضارة واد الرافدين حضارة عراق قائمة على الرافدين على دجل والفراك حقيقة الوزارة أنا يعني من من بلشت بالمسؤولية لحد هاي اللحظة اعمل جاهدا حتى اظهر هذه الوزارة الى الاعلام والى الساحة يرغب لك خروج اعلامي على الأقل تعريفي لانه تعريف المواطن يعني المواطن ما يعرف وزارة المائية شن شغلها نعم يعني يصور شن هي مسؤولة على الشطر وهذا هو يعني وزارة الموارد المائية مسؤولة عن ايصال الماء الى كل كائن حي في العراق زين ان كان نبات او حيوان وبالدرجة العليا الانسان طبعا نعم هي يعني قصدي انه اعلاميا يراد لكم شوية تطور يعني شوية اهم بالاعلام ولو هسا عدكم تقشف ستراتيجية الوزارة اعتمدتم على نفس الستراتيجية السابقة ام هناك ستراتيجية جديدة استراتيجية الحالية جزء منها مكمل لما بدأوا الاخوان في في الوزارة الوزارة السابقة نعم وجزء حديث ادخلناه في هذه استراتيجية نقدر نعرف يعني منها ادخال كل ما هو حديث في ادارة الملف المياه في العراق نعم التقنيات الحديثة في الراي التقنيات الحديثة في ادارة السدود التقنيات الحديثة في السيطرة على الاليات الموجودة الحوكم الالكتروني لاختصار الروتين عملتم على الحكومة الالكترونية نعم لدينا برامج تسير بتقدم جيد لتطبيق الحكومة الالكترونية الدوار التلفزيونية المغلقة ما مدافع عالية الحكومة الالكترونية اليوم الساعة تكون في وزارة احنا منتظرين التخصيصات حتى نكمل البرنامج البناء التحتية وضعت لهذا العمل تعلم انه هذا البرنامج بحاجة المتلقي او الذي يتعاطى مع هذا المشروع ينتظر النتيجة بالنهاية الآن لا توجد نتائج ملموسة لدى المواطن او الذي يتعامل مع وزارة المواطن المائية لانه بحاجة نحن الى بناء تحتية الآن البناء التحتية تقريبا اكتملت بقي قضية الربط فيما بين هذه البناء التحتية اجهزة الارسال والاستلام السيرفرات السيكوريتي اجهزة الحماية هذه تقريبا جاهزة لكن بحاجة الى تمويل والبرنامج ان شاء الله يكتمل فيه سنة ان شاء الله همي نبي تقشف هذا التمويل لا هذا ان شاء الله الاموال اللي تكفي المشروع ان شاء الله مخصصة وموجودة مرسوطة ان شاء الله طيب سيادة الوزير نريد نعرف المشاريع اللي نفذتها الوزارة او ستقوم بتنفيذه يعني نتحدث على مشروع اللي ادكم كان مشروع اصور مع السد اللي على غزازة يفتح على اكو سدات واكو نواظم واكو سدود نعم السدود اللي معروفة سد حديثة سد الموصل سد العظيم سد دوكان سد در مندفان هذا اني كنين مو تحت السيطرة نعم هذا اني لا مو كنين تحت سد حديثة تحت السيطرة تحت السيطرة يعني قصدي قصدي هسة انتم سيطرين انه فوادركم نعم نعم قبل ثلاثة ايام قللنا الاطلاقات البارحة صار اكو اشعار معين بآلية معينة زيدنا الاطلاقات السد حديثة المنطقة اللي محيطة بالسد يعني خلي نقول مو المحيطة القريبة جدا المحيطة على بعد خمسة اربعة اثلاثة كيلومتور حرجة جدا نعم فيها قتال لكن السد تحت السيطرة قصدي هاني موظفين السيد والتسعاد قبيره نعم كوادرنا موجودة وتعمل نحن ندير السد الان ندير السد اليوم كان اتصال مع كوادر السد والاطمئنان على وضعهم وبرمجة عملنا معهم ممتاز والأعظيم الأعظيم تحت السيطرة لكن عمل ارهابي قبل ثلاثة اربع ايام حاولت هذه المجامع الارهابية انه تقترب من السد لكن اخذت جزاءها العادل ان شاء الله يعني هم من تدخل يعني ست حضرتك في تحدث على سد العظيم وسد حديثه قريبة يما الارهاب هو الارهاب السدود اللي موجودة عندنا الرئيسية هي سبحان الله يعني في منطقة التماس مع الارهاب نعم يعني هي هذه المشكلة سد الموصل في يد الارهاب يعني كلمترات قليلة عنه سد العظيم الحادثة اللي معروفة قبل ايام سد الحديثة ايضا تصد دائما هجومات عليه دوكان ودرب اندخان بعيدا يعني خارج السيطرة النهائية سد سامرة قوات الحجد الشعبي والجيش الرابي لا هذه مسيطرة عليها سد سامرة نعم فسنتحدث مثلا درب اندخان ودوكان مع الالم انه درب اندخان ودوكان المفهوض يعني هذا يؤتبط من الموارد الوطنية يعني المفهوض سد دوكان ودرب اندخان نحن نعمل مع الاخوان في الاقليم لبرمجة الاطلاقات فهم لم يكونوا لحد الان خارج الاطار الوطني تصدي انه احنا نعرف انه كانت هناك محطة كهربائية ترتبط بسد دوكان يعني كانت تغذي المناطق الكثيرة موضوع الكهرباء موضوع الكهرباء على السدود مو ذيك الكميات اللي تطلق الممكن الحديث عنها انا شخصيا يعني اه نسبة لا تمثل شيء يعني من من الكهرباء الوطنية نحن نتحدث حاجة العراق اه الى عشرة الى اثنى عش الف ميجا كل الكهرباء اللي تولد في السدود اه مو بهاي الكميات لا هي مو بهاي الكميات سيادة الوزير نعم نعرف انه مو بهاي بس تدري انت حضرتك يعني واحدة ويا واحدة تجمع يعني احنا نحن مثلا نفكرين على دوكان ودرب اندخان تكون عندنا مثلا محطة توليد طاقة كهربائية ونجي الكوت ايضا نقدر نستخدمها لانتاج الطاقة كهربائية هذه المشاريع مشاريع بنى تحتية المشاريع البنى التحتية حقيقة يعني هذا واضح لدى المواطن العراق البنى التحتية عانت من الاهمان والتراحل ليس فقط قضية الكهرباء سبب سيادة الوزير يعني انا اقول سوء الادارة وسوء التخطيط سوء الادارة تقصد الادارة من الحكومات الحكومات اللي للفترات الماضية كلها سوء ادارة مع العلم كان اكو مورد مالي جيد جدا طبعا يعني هذا بالنسبة انه خسارة استراتيجية مو بالله نعم زين سيادة الوزير احنا هسا الان نتحدث ضمن موازنة وحضرتك عبر مجلس الوزراء يعني ضمن موازنة الان تقشفية وكان اه وضعين آلية او اعتماد سعر البرميل على ستة وخمسين اليوم نسمع احنا صار البرميل بستين نعم يعني احنا زيني سعر النفط للبرميل العراقي اقل من السوق العالمية ستة الى سبعة دولار يعني اذا صاروا بستين فنفطنا ينباع باثنين وخمسين الى اربعة وخمسين هم اسمع الاجابة وما الحضرتك بس بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل ونعود الى السيد الوزير مشاهدين الكرام اهلا بكم من جديد عودة الى السيد محسن الشمري وزير الموارد الموائية انا وسهلا سيارة الوزير تحدثنا كنا نتحدث على فرق سعر البرميل من قلت لك ستين دولار والموازنة والمشارع انت تقول حضرتك انه ما معناه انه سعر برميل اقل بست دولارات يعني اربعة وخمسين هم قريبين على ال هم قريبين المشكلة اللي موجودة عندنا هسه بالموازنة العراقية مشكلة اه بشقة اللي هي الاول اللي هو سعر البرميل بالنفط في العالم القضية الثانية الموازنة انبنت على ركن ثاني اللي هو ثلاثة وثلاثة بالعشرة مليون برميل يصدر حتى تغطى الموازنة والتي نتحدث عن عجز اه 23 موازنة عشر هسه جاي يصدر بين الفين الفين سبعمية لا الفين وثمانمائة مليونين مليونين وثمانمائة لا مليونين وثمانمائة يوميا ليش؟ هذا الفرق انه مليونين احنا عدنا بس من البصر مثل ما هو مليونين وثمانمائة تقريبا يعني مليونين وثمانمائة لا مليونين وثمانمائة يوميا فعدنا عجز اصلا بالتصدير اربعمائة الى خمسمائة الف برمين هذا العجز سبب ايضا مشاكل البنى التحتية للحكومات السابقة مثلا على سبيل المثال يعني مون سبب المشكلة هذا جزء الاقليم يتحمل جزء الاتفاق يتحمل جزء لكن تصدير النفط والي يتعمل النفط انا وزير موارد ماي لكن حتى يكون الشعب العراقي على الطلع بما يدور خلف الكواليس او ما يدور فعلا على ارض الواقع المشكلة ايضا برامج التصدير لم تكن مؤهلة حتى نصدر هذا الرقم خزانات انابيب الارهاب الاجواء في الشتاء تكون في هذه الفترة متعثرة تعثر ارضا التصدير فمسألة التصدير لحد الان هم ايضا مشكلة ثانية في نستمشي الخير يعني ان شاء الله الحل الحل بقوة الله كل الحكومة كل الفريق الحكومي مستنفر حتى يحقق ما يصبو اليه المواطن وايضا لتطبيق الموازنة مستنفر بس لا يسافر السفر هو جزء من الاستنفار ولا كثير من الامور ترى تحل ساني عندي معلومة انو كووزير لحد الامر ما دخل الوزارة بعد هذا الشعب والاعلام اعرف بهذه التفاصيل على العمر نرجع على موضوع وزارتكم واهم شيء سيادة الوزير ما تحدثنا عن المشاريع المشاريع التي لدينا السابقة طر التنفيذ اللي في التنفيذ عندنا نظم ابو صخير عندنا مشاريع استصلاح بحاجة وننتظر التمويل واطلاق الموازنة اللي الاستمرار بها لم تصل تعرف انت الموازنة باتجاه رئاسة الجمهورية تعلن وتذهب الى وزارة المالية وبعدها وقعها سيد رئيس الجمهور بعد لم تعلن في الوقاة العراقية حتى تكون رسميا بشروط القوادين تعلن في الوقاة العراقية بعد تذهب الى وزارة المالية ان شاء الله اسبوع وعشرتيام القادمة تأتينا الاشعارات يعني هس انتو كمشاريع وزارة واقفة من وغا الموازنة لا تعمل لكن مشاريع جزء من عندها متوقف على قضية شنو يهس المشاريع الان طبعا تنفيذ قلنا ناظم ابو صخير ناظم ابو صخير مشروع استراتيجي عدنا مشاريع على المصب العام عدنا مشاريع الاستصلاح كثيرة عدنا مشاريع من ضمنها ادخال مكائن متطورة آليات متطورة ومتقدمة المشاريع الآبار الارتوازية لدينا هذه الآبار الارتوازية شو تحققنا سيارة الوزاة الآبار الارتوازية عدنا سنويا نحفر حوالي 1500 بئر في العراق هذه للمزارع والمجمعات السكنية وايضا للمشاريع الاستثمارية اللي تخص الدواجن والثروة الحيوانية والثروة السمكية نعم يعني تخدم الصحراء ام تخدم الواقع كل الدولة العراقية لا تخدم يعني قصد مناطق الصحراوية بالعراق لا احنا مو نتحدث عن الصحراء الصحراء التي تعني الصحراء معناها في غرب العراق من من الموصل الى البصرة هاي الصحراء الابار الجوفية المشاريع الابار مو بس بالصحراء نعم مشاريع مثلا عندنا في منطقة في منطقة الشرقية من من الكوت نزولا الى البصرة في منطقة الفرات الاوسط ايضا هناك حفر اابار تخدم الجانب الزغائي نعم كل المجالات سيادة الوزير انتو يعني كوزارة عملكم ويا وزارة الزراع عمل تضامني لانه وزارة الموارد المائية تقريبا هي المصدر الرئيسي لعمل وزارة الزراع نولى الماء نعم اكو هناك تنسيخ بيناتكم هناك لجانب بيناتكم هناك آلية عمل بيناتكم لا توجد وزارة في الدولة العراقية الا ويكون عمود عمود الفقر اللي عملها مع وزارة الموارد المائية نعم النفط لا يخرج برميل النفط الا وان يضخ مكانه برميل ماء الكهرباء لا تعمل محطات الكهرباء الا بوجود الماء البلديات لا تعمل لا توجد مجمعات سكنية الا بإيصال الماء يعني هسا انت تقول وزارة الموارد المائية هي الوزارة الهام بالعراق في كل العالم هذا نعم اليوم اليوم الامن المائي الامن المائي مقدم على كثير من المفاصل الامنية نعم يعني الامن المائي هو العمود الفقري لا توجد حياتي ذلك لم يوجد ما طبعا فكيف نتحدث عن وزارة ملاسقة لوزارتنا دون الوزارات الاخرى لا توجد وزارة حقيقة نعمل مع كل الوزارات حقيقة من ضمنها التي فضلت بها وزارة الزراعة نعمل بتنظيم وتنسيق عالي نضع معهم الخطة الزراعية ان كانت لكن يوم يعني واحد من البرامج اللي ادنى فلاح من الفلاحين شكه من شحة الماء في السنة بالذات السنة يعاني البلد بصورة عامة نعم من ضرف امني نعم ضرف اقتصادي وشحة انطار هاي السنة تعتبر من السنوات الجافة نعم السنة الجافة اللي هي تقل مناسب او معدلات وطول انطار بها عن الربع سيادة الوزير لحد الان مطرة واحدة ترجع خل تجي المطرة احنا ننتظر شايلين ايدينا بالدعاء انه تجي هالمطرة هذه لا بس هي فعلا هي اكو الان نعم سنة الجفاف نعم يعني مو فقط بالمنطقة هي تقريبا سنة الجفاف يعني هو احنا اكثر اه جنوب ايران شرق ايران نزولا الى جزيرة العربية هاي المنطقة تركيا زين وضعهم بلاد الشام زين وضعهم ايران شمال ايران هاي المنطقة المحيطة اللي بي يعني زين وضعهم يعني امطار عدهم يعني عندي الانواع الجوية تستمر عشر ايام الى اسبوعين من قبل اربعة خمسة ايام تستمر بعد عشرة ايام في هاي المنطقة لكن سبحان الله احنا يعني احنا مطرنا هالسنة ومثل مطرنا مال العام مطرنا مال العام شوي ننتظر مثل ما اتفضلت سيادة الوزير المعوقات المعوقات كثيرة المعوقات وحدة من المعوقات الوزارة والدولة العراقية تعاني من طرحه الإداري هذا يؤدي لا مو هذا اللي يعني بالطرحه الإداري هذا جزء من الموضوع طرحه الإداري إنه الكادر أكثر من المشاريع نعم إحنا لو نتحدث عن فتح مجال الاستثمار في كل القطاعات طبعا والمياه عمود فقري لهذا العمل إحنا سبوعين القادمين وقناتكم مدعوة إلى إعلان الخطة الاستثمارية في العراق في العراق اللي تخص وزارة الموارد المائية تقريبا في طور وضع اللمسات الأخيرة على هذا إن شاء الله في بداية الشهر الثالث نعلن هذا المشروع نعم الاستثمار في قطاع المياه ووزارة الموارد المائية تعلن خطتها الاستثمارية بعد اسبوعين إن شاء الله بقوة الله من هذا التاريخ هذا الموضوع المفروض جزء من هاي الكوادر اللي موجودة بالوزارة اللي هي تعدادها اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين ألف ككادر دائم المفروض جزء من عندها يتوجه إلى هذه المشاريع مشاريع سياحية ترفيهية مشاريع زراعية مشاريع انتاج ثروة حيوانية انتاج ثروة سمكية مشاريع اسكان يعني هذه المشاريع اللي نتحدث عنها المفروض هذا العمل يكون الكل مشترك به كوادر الوزارة وايضا كوادر بقية الوزارات بقية الوزارات وبقية المواطنين يعني انا الكلام تحدثت به هذا في الشهر الاثنعش انه سيكون فرصة لعقود مفتوحة اعداد كبيرة من العراقيين في هذه المشاريع نعم لدينا ثروة معطلة حقيقة فهذا اللي اتحدث عنه الترهل الاداري هذا واحد القضية الثانية انه الترهل الاداري سبب عدم ادخال التقنيات الحديثة منها الحوكمة الالكترونية وانظمة الـ جي آي اس والجي بي اس هذه تطي فعالية للموظف في ادارة العمل ويصال الخدمة للمواطن من ضمن الترهل الاداري هذه المنظومة تقاطعات نعم ننتظر اسبوع واسبوعين وشهر حتى نتلقى الرد من نتلقى الرد من وزارة اخرى هذا هذا اللي نتحدث عنه الدولة كلها تعاني من هذا الترهل ليس فقط وزارة الموارد المائية البرامج بحاجة الى وقت نحن نحتاج الى وقت والمعوقات هي هذه احد المعوقات الترهل الاداري الترهل الاداري يسبب فساد مالي وبالتالي الترهل فساد اداري فساد مالي هذا الموضوع كثير من الوزارات ايضا لديها عمل يتقاطع مع عمان مثلا تنفيذ المشاريع في موقع معين نضع المخططات الوزارة الفلانية واثناء عمل المشروع تتقاطع معنا في عمل يعني عدم التنسيق هذا ايضا حاصل هذا ليش ما يصير التنسيق يعني وزارة المشروع يعني هذا هو سبب الترهل يعني نعم اليوم كان عندي اجتماع في وضع عقود تحديث العقود اللي موجودة بالدولة العراقية وباشتراك مع اكثر من وزارة وايضا الجامعات العراقية تشترك في هذا المشروع ايضا هذا من الامور التي تعوق اداء عملنا وبرامجنا يعني عندنا كانت مشكلة متفضلين مجلس القضاء الاعلى في تخصيص قاضي لرفع التجاوزات البارحة كان عند اجتماع مع محافظة واسط وميسان وذيقار على هذا الموضوع مسألة التجاوزات ايضا تعرق لتطبيق البرامج تجاوزات على المياه في انشاء بحيرات خارج الخطة تطبيق خطة زراعية خارج خارج المخطط المواطنين جزء من المواطنين في كثير من المشاريع يعترض تنفيذ المشروع يقف حالا بين تقدم جدول تقدم العمل في المشروع مسألة السيولة والوضع الاقتصادي ايضا معوق هو وجودنا احنا لإيصال الخدمة ان كان مشروع او ما اكو خضية كلش مهمة سيادة الوزير يعني اكو هدرة بالموغد المائي يعني شط العرب ما يدي وحل الخليج يعني ما وضع سد منع يعني على الأقل تقنية نسبة الماء او تحويل مجغة الى احنا عدنا دراستين بهذا الاتجاه في على شط العرب اما سد يكون في مقدم شط العرب او في اخر شط العرب يقدر يكون اخر شط العرب حصر عدنا اشكالية ويجانب الايران نعم فهذا الموضوع بس احنا من يكون عدنا سد في المقدم في المقدم هذا الموضوع برأيين رأيين فنيين السنة ما نقدر نقر واحد من عدن راح نقر فنيا بس نطبق على ارض واقع ما نقدر بسبب القضية المالية اللي موجودة بالبلد بستدغي هذا اش قد يحقق طبعا اللسان الملحي اه يعني اه اجدب اراضي سبب سبب المشاكل في في اراضي البصرة مو نسبة عالية نعم فهذا المشروع اذا كان موجود وتحويل المياه على نقدر على الأقل نتجاوز نسبة اكتر من خمسين بالمية من تصح هي المشكلة المشكلة بالنسبة لل نوعية المياه ليست فقط في البصرة لا لا مو قصد نوعية المياه عند اقصد انه احنا هنستغل انه الميدة يروح مينة يروح بالخليج راح حدر يعني اقصد استفادة من عمل نعم نسبة بس مو هاي النسبة اللي اللي هي سيدات الوزير حتى لو نسبة عشرة بالمية هي نسبة هي نسبة من المياه الحلوة تهدر موتمى نعم هي حتى لو عشرة بالمية الهدر الهدر يبدي يبدي من 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 بعد الموصل نسمع الهدر نعم وضعه بعد الفاصل مشاهدنا كرام فاصل ونعم اهلا بكم من جديد مشاهدينا سيادة الوزير نستكمل الهدر بالماء الهدر في في الماء يساهم به الجميع للأسف على الحكومة والمواطن طيني المواطن يعني اريد المواطن يفهم ليش شوان ممكن ما يهدر بالماء هاي فهم لي يا المواطن يعني مو من العراق مو من بغدار طبعا هو نتحدث عن المواطن كيف يهدر الماء نعم في الري يستخدمون كميات اكبر من المحطو نعم اكبر من الحاجة يعني احنا ندري الشلب يحتاج هوايا ماء لا لا مو هاد مو بس الشلب يعني مثلا مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال انه الكميات التي مثلا المزرعة دونم يحتاج خمسة متر مكعب نعم يستخدم اكثر يستخدم عشر لما نتحدث عن خمسة مليون دونم يعني معناها رقم معناها انهار نعم هذه مثلا مثلا مسألة البحيرات اللي احنا السنة وقفنا منط اجازات للبحيرات بحيرات اسماك هذا ايضا يسبب هادر في كل العالم في كل العالم انتقل الى استخدام التدوير في البحيرات البحيرات الحوض مغلق لا يذهب الماء في الارض والحوض مغلق واستخدام مضخات التدوير نفس الكمية مع الماء اللي موجودة الضال بالحضر هذا هادر المشاريع المشاريع اللي على الانهار منها المشاريع الثروة الحيوانية الغير مجازة منها مشاريع الثروة السمكية اللي تحدثنا عنها الثروة السمكية هم ماذا تتحدثني يعني ما ادكم استثمار الثروة السمكية بلو انتم هرم اختصاصكم الثروة السمكية عدنا الاهوار في الجنوب وعدنا اخصد استثمار نعم نعم وعدنا الاهوار لا هو المسطح المائي تعود ملكيته انه احنا هو هذا الخطة الاستثمارية اتحدثت عنها انه راح تطلق ان شاء الله في بداية الشهر الثالث ستكون فيها حلول لزيادة الانتاج في الثروة السمكية واستثمار مياه المصب العام في الثروة السمكية ولو عندي سؤال على الاهوار سؤال كلش مهم على الاهوار لانه الاهوار احنا مثل من نبيها بالنظام السال الآن من عادة عندي فيلم على الاهوار بهذا الاتجاه من عايدة ما عايدة بنسبة 100% عايدة بنسبة انجاز 30% السنة الماضية بسبب الموسم المطري يعني ما نقول جيد العام بس مقنع صارت نسبة الاغمار بالاهوار تقريبا 65% لعام السنة الماضية نعم هذه السنة نزل الاغمار تحت الارق 50% على الامم هو مشروع تطوير الاهوار مشروع مهم جدا طبعا ما ادريش انتو يعني احنا الاهوار الاهوار هو هذا اللي نتحدث عنه انه هو مشروع استثماري متكامل لكل الثروات موارد الماء موارد الماء في العراق هذا اللي نتحدث عنه ايضا بحيرة الرزازة الرزازة سد الموصل سد الاعظام سد الثرثار الحبانية مشاريع كثيرة بالاستثمار حتى مجار الانهار في كل المحافظات مجار الانهار ممكن انه تستثمر بشكل جيد تنشع عليها مناطق سياحية مناطق سياحية مناطق ترفيهية مجمعات سكنية كل العالم نعم كل العالم اللي ادهى نهر تشوف المناطق الانهار كلها سياحية هاي النيل مزدهرة سياحة هاي النيل هاي اللي طالما طبعا ما ده واحدة اوروبا بس احنا بس بالعراق يعني هذي المفروض هاي دجلة والفرات كلها من فوق دي جوا هي مجمعات سياحية ومستثمارية صح استثمارية ان شاء الله ستكون سيكون لقناتكم دور في ايصال هذه الخارطة الاستثمارية للعراق والله احنا مستعدين كل شيء يخدم العراق احنا مستعدين ان شاء الله ان شاء الله اهل لذلك ان شاء الله سيادة الوزير ننهي شوية من الجانب الوظيفي ونرجع على موضوع مهم يعني انت حضرتك نان تجرى منصب حكومي بالحكومة بس انت خارج من رحم تيار سياسي نعم كيف تنظرون للساحة السياسية اليوم الساحة السياسية اليوم فيها تجانس وتفاهم الاحد كبير شوان تجانس يومي حواد خصوصا على النواب هاي اخر شيء لك اليوم مرضى الجنابي الخروقات الامنية لا تعني انه الحالة السياسية فيها مشكلة يعني انا اقصد هنا ناكن يعني بالدورة السابقة عدم تصافي كان تقاطع كان تقاطع ورئيس الوزراء ادى ما ادى الى نعم اليوم انا اشوفك تصافي اليوم مساحة الحوار كبيرة جدا زيب وفي مجلس الوزراء حقيقة لا توجد لا توجد نحن نكون مثالين اذا قلنا لا توجد مشاكل لا ما كم لكن المشكلة موجودة حتى داخل الاسرة الواحدة نعم داخل البيت الواحد بس المشكلة السياسية تأثر على العراق نعم بالنهاية مساحة الحوار الواسعة والنوايا السليمة المتبادلة ما بين الاطراف ما بين الكتل السياسية يؤدي الى مصلحة عامة هي حفظ الامن بصورة عامة ايضا سيارة الوزيرة السياسية هو حكومة كلاهما كلاهما كسياسي انا اتحدث لك نعم تعرف العراقيين متحضرتك من المجتمع من هذا الرحم تشايف نعم العراقيين مسطاء ومتراحمين بينهم حتى مشاكلهم يحلوها بينهم بساطة ما عدهم مشكلة بالتجاهات كبيرة ما عدريش السياسيين يثيرون هذه القضية استفادون من شنو ما عرف يعني اللي اللي يثير هذه المشاكل لا اريد ان اقول الا احتيها عامة انا اقول قضية نعم اقول قضية كسياسي مثل ما اه تحب اتحدث الذي يعمل بالاتجاه الاثارة انا ارى انه لا يعمل لصالح الوطن وهذا اما ان يكون لديه مشكلة في ذاته نعم او لديه مشكلة خارجة عن ذاته يعني يعمل لجهات معينة الله اعلم بعد هي هاي المشكلة المشكلة بتدخل الخارج يعني حضرتك كسياسي اوف وزير هذا منصب حكومة وظيفة نعم انا رجل اعلام انت رجل سياسي نستقرأ الساحة السياسية اندى شوفها هسه افضل من السابق افضلنا قبل ستة شهر انا هش دا شوفها السياسة جزء من الحياة والحياة تتمتع بصفة حسن الادارة نعم حسن الادارة اذا كان يتمتع اي انسان بحسن الادارة اذا كل الحياة اللي كانت او يعيشها او الفترة اللي يعيشها اما غدا قاطعك هنا نبدأ نعم حسن الادارة انا انا اثنين اختلفين ثلاثة 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 لا مذاكة ما ينضاف ثلاثة ما ينضاف نعم سوي نفسها دولة وقاعد فوق بغض النظر جزء بس الان هو من جزء هو ما كان يوم من اليوم الا هو كان جزء هو جزء من الحل و جزء من المشكلة كلنا جزء من الحل و جزء من المشكلة لا بس هو دائما كان الجزء الاكبر من المشكلة ما عني عندي تحفظات يعني عندي رأيي خاص بهذا الموضوع انا اعتقد انه انه هواية اكو امور تجينا من الجزء اللي تحدثنا عنه اه وتصيبنا بأذية بل الجزء الشبير جاني منك ما اعرف انا عندي رأيي خاص بهذا الموضوع انا عندي حسن الادارة تعني ان نعمل كفريق واحد هذا اللي افهمه من حسن الادارة والاداري والسياسي والقائد والموظف الحكومي هو من يحسن العمل في داخل الفريق الواحد اي انسان بغض النظر عن الاسم والمسمى الفترة والزمن المنصب والمسؤولية من لا يعمل ضمن لا يعرف ان يعمل ضمن الفريق واحد يجب ان يجلس على دكة الاحتياط ما يجلس ما يقبل يجلس هذا الموضوع الشعبي قرره ما يقبل يجلس نعم على العموم نعم انا اتحدثك بالجانب السياسي جانب مثلا احنا لما نباوع مجلس النواب مجلس النواب لكن ديش الدورة الخلافات معره هاي باط هاي بيط هالسنة لا تشوفها يعني خلال الجلسات كل بلد كل دولة كل مؤسسة داخل الاسرة الواحدة لا بد ان تكون هناك مشاكل لكن الحكيم المشكلة لما تكون لصانح الشعب العراقي لمسألة متهم الشعب العراقي كله مولي خاصة من الناس لا ايو هو هذا دور دور البرلمان دور الحكومة دور المؤسسات الرسمية رأس الهرم في كل مؤسسة ان يحيد ويعالج المشكلة نعم اذا كان دوره هو هو جزء نحن جزء من المشكلة وجزء من الحل نعم اذا كان اي شخص هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل هذا غير موضوع نعم هذا اطلب من الشعب ان يحيده اطلب منه وشخصيا ان لا يجلس ايضا ذكرت قبل قليل ان يجلس على الدكة الاحتياط لا يصعد الى المدرجات ويجلس مع الجمهور يكون متفرجا فقط يكون متفرج فقط نعم نعم سيادة الوزير يعني حضرتك وزير في رائع الحكومة وشفت وضع نازحين العراق لان اصبحوا مليونين يعني رغم ان انت وزير موارد مائية بس اريد اعرف من خلالك اهلية عمل الحكومة باتجاه هذول المليونين النازحين حقيقة هاي الشريحة التي كلما هي مو شغلتك كوزير موارد مائية بس انت لحك فيها كوزير وكعراق نعم هاي الشريحة كلما ذكرت كلما ظهرت معها كل الالام والالام لم تخرج من من جسد اي عراقي يتمتع بوطنية ويتمتع بانسانية حقيقة النازحين اهم البلد الآن والحكومة في كل حواراتنا داخل الحكومة التخفيف عن النازحين مسكوا اتهام ببعض الاتجاه الاتهام باتجاه اشخاص لا يعني اتهام لكل الحكومة نعم 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 اشخاص داخل الحكومة نعم نعم جزء لا تخلو لا تخلو نعم في كل في كل مكان لا تخلو القضية من 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 مخالفات نحن كحكومة وكوزير وكعراقي كمواطن كمواطن انا مواطن قبل سيستات حدثة نايا مسؤول نعم مواطن نحن كحكومة مع التخفيف عن النازحين شنون في كل شيء مثلا يوم امس اتخذ قرار في توجيه جهد الدولة في معالجة الاثار بعد تحرير على الناس على النازحين في ديالة واستنفرت الدولة باتجاه الوضع اللي موجود في ديالة بعد ما تحريرها وان شاء الله في كل مكان يكون هناك اثار نازحين اثار حرب نكون الحكومة هناك هو هذا ادع جديد على الحكومة نعم جتست المثعبات جديدة على العموم نعم راضي على عمل الوزارة وزارة الموارد المائية لحد الان السابق سؤال بشكل لا الان الان انت راضي الان ساعي الى ان ارضى تسألي ان ترضى ولكن غير راضي لحد الان في طور انه نعمل للوصول الى مرحلة الضغطة كلمة الخياسية انا اطلب من كل العراقيين انه رعاية المياه كما ونوعا الكمية التي تصل الى الاراضي العراقية من الامطار ومن دول الجوار ليست مرضية اطلب التعاون في توزيع المياه من كل المواطن العراقية تقشف في صف الماء لا نقول تقشف وانما نقول تنظيم تنظيم والتراحم فيما بيننا في قضية التوزيع المياه والتعاون اطلب التعاون في هذا الموضوع تحديدا لاننا نسير باتجاه تنظيم المياه كلما تعاون المواطن مع الوزارة في تنظيم المياه كلما وصلنا بالماء الى كل عراقي وبالكمية المطلوبة ايضا اطلب من العراقيين رعاية الماء من ناحية النوعية رأفة بالماء الماء تقصد ناحية البيئة نعم التلوث يجب ان نبعد كل شيء يعكر المياه اللون والطعم والرائحة نبعد عن النهر نبعده عن النهر شكرا لك سياد الوزير كان لقاء ممتع مع حضرتك شكرا وشكرا لكم مشاهدين الكرام كان لقائنا مع السيد وزير المراغة المائية نلتقيكم ان شاء الله حلقة جديدة شكرا جزيلا شكرا 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 شكرا